السلام وسهلا بكم في مطبخ السيد هنعمل مع بعض طبق شربة سهل سريع ياخد منها دقايق فكرته ممكن تطبق على اي نوع من انواع الخضار هيكون كريمة بروكلي او كريمة ارنبيت الارنبيت او البروكلي نفس تقريبا نفس العيلة ونفس طريقة الطبخ هيكون اللي احنا نعملها سوا بنجيب مرأة بحط شوية بصل وبحط مرأة وبتبل دوت بملح وفلفل وبحط عليهم شوية دقيق بحمر البصل في الديق وبحط عليهم شوية زبدة وبسيبه لغاية لما يتحمر وبعدين بضيف عليه هنا البروكلي وهنا بضيف عليه الارنبيت بسيب دوت يفضل يغلي والمرأة اللي استعملتها مرأة فرح لغاية لما بيبقى صديقة وغاليسة وانا شايفين باجي هنا وقبل ما يقدموا هي ممكن تبقى كريمة في حد بذاتها هممكن انا اعملها كريمة باني اضفقها وانا اضربها ده وانا احبيت اضربها في قلب الوعاء بتاعها والحلة بقى محسينها في قلب الحلة نفسها اولا احبيتها صفيها بالمصرة بقى لغاية صفيها بالمصرة الفكرة ده ممكن بتنفس مع انواع كثيرين الفضار وزي مقولت انا بمكن احط عليها كريمة هي اسمها كريمة اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اشيب اسمها كريمة باسم الشيون عليها كريمة لعشان هي بتبقى زي الكريمة تبقى معمل لكن انا ممكن اضربها زي الاشترافين او احطها في اسفل وتأكد ان كل القطع اللي فيها باقت نعمة ولو احبيت افلطها كلها ممكن يكون كليمت طازم ممكن يكون كليمت فرقل البطاطس او عيش وغراف في بصريفة جدا في اسفلها جدا من قطعها وكلت طبعا كليمت عيش وغراف فانا بعد اما اضربتها كده وباقت نعمة هاجي اينا انتبليها بحط عليها شوية قصة طيب هضحن قصة طيب طازم وحط عليها شوية تفل في اسفل هضحن شوية تفل في اسفل صوريين عليها ولو محتاجة شوية ملح بحط ملح عليها ودي بتبقى جهازة للتقديم احنا لذا احنا شوفين باية سميكة او غريزة والسبب القطع الفرمابيد اللي هي فيها لو لسه في قطع تانية عايزة في الدرب بقطقها هنا وحجان اولترا ممكن اعمل دوت في الخلاط بس بكون عزي مفتوشا لو كان يفتوكنا وبعد كده بكرر الناس اللي تانية هنا في الامتروبلي هدي الكليم اوضيفها عليها واخذفها اللي هي التنبة تبقى نعمة خالص ولو حديت برده بنفس الشيء اصف فيها واخد قطع الفرمابيد هدرطها في الامتروبس اوصل خلاط بعدين برجحها مش تشور كده بس كما بحط المرأة بحط كل الفرمادار دوت تسيب العلوق متاع الفرمابيد ويستخصن ان انا اقشرها علشان ليقاش فيها الياف يحطيها الياف كده ابتاجم انا اقشرها فهم مضربها كده نعمة 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 ممكن نعمل من اي اصناف واي طعم او مكهة احنا في الضلب اي نوع فضار احنا نحبه ممكن اغرف كل طبق لوحده او ممكن اغرف الطبقين في طبق واحد يعني انا موش نجيب الطبق اللي اغرف فيه وايجيب ممكن احط ديات الكبشة والكبشة وبعدين باجي اصبهم في نفس الوقت باجي هنا في الطبق اللي اغرف فيه وبصبهم في نفس الوقت بيبقى نصها اخدروا النص الثاني اللي هو الارمبيد بحط شوية ارمبيد مسلوق من نفس النوع بحط شوية بروكي مسلوق من نفس النوع الناحية التانية وممكن ازواجها بشوية طماطم اولا وعندي شايفين ممكن اعمله احط عليه اتمنى انتو جربوها ان شاء الله اتمنى ان شوفكم بعد الحظات هنعمل مع بعض تعالي بقري هنحشيه بلحمة بيساموس تركيب بس مشكات بس انا اعملوا طريقة مختلفة شوية بالقاعدة كمان في سوريا خلتشوفكم بعد الحظات ان شاء الله